الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من وعلاه الثالث إثارة الشبهات والتكثيف الدعايات الكاذبة شبهة دي دعاية الاسمين كذبت نوايا حقن ينو حاجات نفع قوسي قابنين ينو قريش فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه فربما كانوا يقولون عن القرآن إنه أضغاث أحلام نين يعني نبخيرو السنقن كدو نبخي انتكاو حقي نبخي أضغاث يعني نفعقو حواوين أشياء أحلام كاذبة يراها محمد صلى الله عليه وسلم باللير قانجوا نوسق يقالوا ومدام بلين انتليك قارك نيسي ينو نوتكو لكن الله سبحانه وتعالى حفظوا لما نقوخ نسجروا سهلنا قابنين فأتغاث لي انتو إنما يعلمه بشر إن هذا إلا إفكو افتراه وعانوا عليه قوم آخر وزملائه في اختلافه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتم لا عليه بكرة وأصيلة قابن واتكو حواوين سي يونو ارقنو قريش وأحيانا قالوا أن له جنا أو شيطانا ينزل عليه بالقرآن مثل ما ينزل الجن الشياطين على الكهان قال تعالى ردا عليهم إن كهان سنة نحب نكون نحب نكون ينسناك قدنا عسخوا قلوم نور أخان اللين بحسنا عصريك نور أخان نحب نحسناك الشياطين المجانين رمانك نحن نترنو ونحن ندوانا كله وقد ينقنو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعرف أن نضيب أزياد لديهم لكن الله سبحانه وتعالى يغب هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكين أثيم المجرمين إن أفاكين نال انترت الشياطين صالحين جارقوئتو إيمان كميو استغفار أسو ذكر أسو سليسو قوق جارقارو حلال قاو حرامرد إلقو قوق جارقو جارقوئتو إنسان حق يو عدل يو هم با كان لك الشياطين انترنو الشياطين مجرمين لفرتي كذابين لفرتي بمود محلو لفرتي أدامر مالسق أو لفرتي أدامر سخاق أو لفرتي نال انترت أدامر سخاق أدامر مالق بمويت أزيخ دررخ جسسخ مقليخ نال انترت الشياطين استحرد عالجكم يا كاهن الله سبحانه وتعالي هل أنبئكم دويمكم وهسنمين دويمكم وتلقمتهم شياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم إذن بكذلك يعني وأحيانا كانوا يقولون عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه نوع من الجنون فهو يتخيل المعاني ثم يسوقها يعني معانيت نواسك وفكاريك سياقات اللغم دولارقوه وما قاب يعني تهميته جميل تكراري رتب سرهم براري نال نعصول لارقوه يونو كان يسوقها في كلمات بديعة رائعة يونو القنو الله سبحانه وتعالى ردد خديبهم شعير أخلاني شعر أسنك قاب تهميته سيه اخيري اللي كيباك اخيري اللي إنشويك دامزم قاسيس ريح أخلاني نين يواء الله سبحانه وتعالى وراء ندرد ردد خديبهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون نالد أخلاني ندين أنباء كان لك فرينيك مالر أدنو قلير أدنو أوسور مقادري دون أقولهم قلير قلير ندين ديسي ملوك رعزم دون اللهم رؤسار ودون اللهم بمود يستقود أكاك وأكاك وديد يولد أخلاني يقول الله سبحانه وتعالى من هابا زكا يقول فهذه ثلاثة خصال أو ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء ناو ناو الشعراء ويتبعهم القاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولا توجد واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم فالذين اتبعوا هدات المتقون سالحون في دينهم وخلق وخلقهم وأفعالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم لا توجد عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤوني نأخلاء النبي صلى الله عليه وسلم إن قدام النيد آمن ودوك نيتر نصحابة نيدفر ودوك نافعال نافعال نظيفين متقين مصلحين يقول لهم الله سبحانه وتعالى وهو لا يهيم في الأوذية كلها كما يهيم الشعراء بل يدعو إلى رب واحد ودين واحد شعراء سنكفر لا خجار لير دعيو لا دين ليريو وصراط واحد وهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول فأين هو من الشعر والشعراء وين الشعر والشعراء منهم إذن نا جارسك عبدايق بوك جارو تفريق لا جارسك عبداق لا صراء ساراق شاعر الأخلا كايهن الأخلا نا نبي نينيو نا نسجريتل الله سبحانه وتعالى يو النقاش يعني الله سبحانه وتعالى يو إذا متنا وكنا ترابا وعذاما أئنا لم يبعثونا أو أباؤنا الأولون طبعا نا نا سجريتل نا نا نسجريتل النقاش والجدال نا نورني وكانت الثلاث قضايا استقربها المشركون جدا وكانت هي الأصاص يعني في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين وهي التوحيد والرسالة والبعث أولا من التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته المعنى النسول للسلاث ينوستنقن وننقن التوحيد كابن يقن ديبو ندن بير إن شاء الله كابن نديبو نين لارقن وهبن لا إله إلا الله وحده ولا شريك والله الملك والحمد وهبن ينين نين تقشون نين لارقن النسي أخواري إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهب رسول النبير النسي أخواري البعث بعد الموت وهبن كرح وهبن يكون النه وهبن ينكر ندمي وهب حساب وحب قيامة واني روغن ينون فكانوا يناقشون في هذه القضايا ويجادلون حولها نسي أخوانا يتلقون فقط فأما البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب عجيب عجب إن كنا ينقري أذا استغرابتنا عجب ترف نوعهما نعنا ما ندوما والاستبعاد والعقلي فقط فكانوا يقولون هكذا إذا متنا وكنا ترابا وعذاما أينا لم يبعثونا وآباؤنا الأول ينكر نوم من ترنوم عن شاش أخنا دنبي أو يوري إن ينأكل نجابر وانتر دنوم نواتك ويينيك استيزائر تشكيك الأسون القنو وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خلاص وانتر ناخن نيني كرنا دنبي ما بتأخنا دنبي بتادينا عن شاش تحبسنا دنبي وانتر ناخن نيون القنو وكانوا يقولون وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزدقتم كل ممزق إنكم لا في خلق جديد افترى على الله كذبا من به الجنة وقال قائلهم أموت ثم أبعث ثم أحشر حديثه خرافة يا أم عمر يعني يعني عن كردنبي لينغر وانتريما قويما اما كدو حشر لفريما ما حاسب سيما نقابنين قابساكت نيونيك نوتا كولي يونقونوا وقد رد الله عليهم بأنواع من الردود والله سبحانه وتعالى وانتصدب ورقو بأنواع كثيرة جدا قرآن لد حاسولوا أنهم يشاهدون في الدنيا إن الظالم يموت دون أن يلقي جزاء ظلمه والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه بل وهكذا ولا يكون بها فرق على طول قابون نرقونه ننوتا كولي بل يصير الظالم والمسي أسعد من المظلوم والمحسن نرأي لي إن ظالم إن مجرم إن لتأخون له إنها بيأخون له بمود وريلاك شهود كاذبين نعصه ولنها بأي سنعات أساق نين ما هذا ما منبرتك يقولون هنا حمية ترأدلون لما رقتي جهالية ترأدلون لما رقتي يعني حقسي جربون وقلون 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 وهذا قيل ما أقول إطلاقا وليس من العدل في شيء ولا يتصور من الله سبحانه وتعالى يبني نظام خلقه الله على مثل هذا الظلم والفساد قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله سبحانه وتعالى من قبل يقولون أم حسب الذين اجترحوا السيئات منذين مقلصوا إن افتراءات سيئنا الظلم سيئنا نيثناتك بميته نين يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا إنهم مؤمنين سنحسب لهم وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خلط قلنين عكلان إنسان إحسان ساحدي خير ساحدي شر ساحدي ظالم إنسان منصف لهم أخلاني وأما الاستبعاد والعقلي فقال ردا عليهم في ذلك أأنتم أشدوا خلقا أم السماء بنا عقلنا أقول فرون نقول هنا نجعل أبنين عقل أكل أه أه ينسان أبو العالمي يقول لهم أأنتم أشدوا خلقا أم السماء بنا إن سماء إن نحسرس بنا نحسرس قبرا نحسرس نحسرس خلا أه أقوى وأشد ما أنت الله سبحانه وطبعا سورة النازعات القرآن وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يحي الموت بلا إنه على كل شيء قدير سبحان الله وقال كذلك ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا فقال سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلقين نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله سبحانه وتعالى لنسانك يوم إن أول خلقين خلقنا أول مخلوق يوم قنا آدم قن إني خلق نسانك وعدا علينا وعدقن ينلد وعدقن يعني ينلد إنا كنا فاعلين كما بدأنا أولا خلقين نعيده إن أما أنا خلقنا وصلنا من جديد كردن بك وانتس نكون لك لك نبي الله عيساد حجة ونابل وهب خلاص ونروح جارو بما قال يوم الله سبحانه وتعالى يخل إنما مثل آدم قال له كن فيكون الله سبحانه وتعالى كن فيكون بتي لد نبي الله آدم خلق سوق كن وذكرهم ما هو معتاد لديهم هو أن الإعادة أهون عليه الله سبحانه وتعالى وقال أفعين بالخلق الأول قال أفعين 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 لديهم من خلق جديد أفعين أفعين أن إنسان أفعين خلق كن مثلا أفعين لأن تفعين السنك أخبر جامعة يكلم أخبر الآن إنسان أخبر آيات كانت أرواني نيو ني مادا ني قروب ني قدام ني شهراء ني ديد درسوك مدرسة لي جامعة لي هم باكان لك وانا كإنسان كودي إسلاما حقا نا آياتنا وتكاود حاجة تولو حوار صيتاني دي دوية تولو ممكن بإمكانك قرسرق وريقنين حجج دامقا جارلد قرآن وما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لهم حولها شبهات مع معرفتهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وقايا صراعه وتقواه وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن منسب النبوة والرسالة أعظم وأجل من أن يعطى لبشر فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ورسالته ودعا إلى الإيمان به تحيّر المشركون وتعجبوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صادق آكاد أمين آكاد تكجف آكاد أرون لكن رسالة نبير أدام أكله بشار أكله ياخو يشتهو عقيدت أرقوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول النبير أخذن به وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال الله سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب يعني عجيب سنوخ جاءهم منذر منهم نالد 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 ناقابلت لد ناكولد ناقابلت لد إنسان اتقوا الله نذير بشير انتراخوا لهم عجيب سنوخ وقد أبطل الله عقيدتهم هذه وقال ردا عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وخدا للناس يعني طيب موسى ونقن ناسي دانا انتن قل من أنزل ناسي يلوم يوالنبي صلى الله عليه وسلم جار قرآن مؤيد قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدان للناس أولا قلنا كتاب نور دي تراضي انتها وعيسي ينوها يلوم يقول الله سبحانه وتعالى وقص عليهم قصص الأنبياء والرسل وما جرى بينهم وبين قومهم من الحوار وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنو على من يشاء من عباده لكن الله سبحانه وتعالى يستفي ويختار من يشاء الله سبحانه وتعالى وقالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنو فالأنبياء والرسل كلهم كانوا بشرا وما أن يكون الرسول ملكا فإن ذلك لا يفي بقلد الرسالة مصلحتها إذ البشر لا يستطيع أن يتأسى بالملائكة ثم تبقى الشبهة كما هي قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والألبسنا عليهم ما يلبسون ملائكة الرسول عكلا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر